موسيقى مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في إذاعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة اشتركوا في القناة موسيقى الثامن عشر من ديسمبر من كل عام تاريخ له في نفوسنا جميعا معاني الكرامة والعزة والسيادة فتأسيس هذه البلاد المباركة والالتفاف حول قيادتها هو أصدق تعبير لروح التلاحم والتكاتف فاحتفالات الدولة هذا العام تأتي في ظل أزمة خليجية مفتعلة ولكن قطر وأهلها تجاوزوها ولله الحمد بل حققوا قفزات موجعة لمن أضمر الشر لدولة قطر فاليوم الوطني لقطر وتلاحم وتماسك هذا الشعب العظيم والدور القطري في المحافل الدولية وما ورد فيما خفي أعظم جميعها محاور ستكون حاضرة في حلقتنا لهذه الليلة لذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الكرام السيد جابر الحرمي الكاتب والإعلامي أبو سالم سعداء ويا مرحبا ومسهلا يا أهلا أخي محمد بيك وبكل مشاهدينكم الكرام داخل وطن العزيز الذي يحتفل بهذه المراسبة وبكل متابعينكم في أين ما كانوا حياك الله كذلك الترحيل مستمر إلى السيد عبد العزيز آل سحاق وهو الكاتب والإعلامي يا مرحبا يا أبو سعود مرحبا بيك دكتور ويوم وطني سعيد على الجميع في الاستوديو ومن يشاهدنا على تلزون قطر أنا سعيد بوجودكم معنا يا مرحبا ومسهلا لكن دعونا مشاهدين قبل بداية الحوار نستهل حلقتنا باحتفالات الدولة باليوم الوطني والذي صاد في الثامن عشر من ديسمبر طبعا احتفالات جسد فيها أبناء قطر والمقيمون أجمل معاني التكاتفي والولاء لقطر ولقيادتها نشاهد معا هذا التقرير ثم العودة لبداية الحوار هي مشاهد الولاء والاعتزاز بالوطن ترسم من جديد في لوحة وطنية خالصة تتجدد كل عام بمناسبة اليوم الوطني للدولة هنا على كورنيش الدوحة شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة عرض مسير اليوم الوطني بحضور صاحب السمو الأمير الوالد وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع غفير من أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة وضيوف البلاد التدريبية التابعة لكلية الزعيم الجوية عرض نوعي من المسير هذا العام شاركت فيه أنواع متعددة من الطائرات الحربية المقاتلة والعمودية والنقل الجوي والطائرات الشحن والطائرات الاستعراضية فضلا عن تشكيلات عالية الدقة من المدرعات والدبابات ومنظومات الدفاع الجوي وآليات الشرطة العسكرية وآليات مكافحة الإرهاب ومنظومات الاتصالات العسكرية والحرب الإلكترونية إضافة إلى زوارق البحث والإنقاذ والقطع البحرية وزوارق القتالية المجهزة بأحدث المنظومات الدفاعية والهجومية مشاركة نوعية رسمها شباب قطر في هذا المسير وترجمت شعار هذا العام فيظل ما قد زينتها أفعالنا وهو شطر بيت للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى سنبقى موالين فكما تزينت قطر في يومها الوطني بهذه اللوحة الراقية من تلاحم الشعب مع القيادة واعتزاز كل من يقيم على هذه الأرض بقيم الإنسانية فإنها تزينت أيضا بمسار طموح من النمو الشامل الذي يمثل الإنسان ركيزته الأساسية كلها إنجازات تجسد الجزء الآخر من شعار اليوم الوطني المليء بالإرادة والطموح قطر ستبقى حرة حياكم الله مشاهدين الكرام إذن وكما تابعنا طبعا سيد جابر في هذا التقرير احتفالات الدولة باليوم الوطني والذي صادف الثامن عشر من ديسمبر طبعا تمثل ذلك بحضور وتشريف سمو الأمير المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد بالإضافة إلى جمهور غفير من المواطنين والمقيمين ماذا يمكن أن نقول في مثل هذا اليوم سيد جابر بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد هذا اليوم يمثل استحضار للسيرة العطرة للمؤسس ومسيرة هذا الوطن طوال هذه العقود من السنوات ودور القيادة في ما وصلت إليه قطر اليوم من تنمية ومن نمو وفي نفس الوقت أيضا هو تذكير بالانتماء وبالولاء وبالتكاتف حول القيادة ودور الإنسان الذي يمثل هو الركيز الأساسي في تنمية هذا الوطن وما بذلته القيادة في تنمية الإنسان وبالتالي اليوم في مثل هذه المناسبة الطيبة التي نعيش فيها أسرة واحدة وليس اليوم الوطني هي 24 ساعة يوم 18 إنما الوطن نحن نستحضره من خلال أفعالنا من خلال ترجمة هذه الأعمال على الأرض من خلال ربما أفعال تؤكد مدى الانتماء لهذا الوطن لأننا لسنا بحاجة إلى شعارات الفضاء إنما بحاجة إلى أعمال الترجمة على الأرض نعم إذا من هذه الزاوية السيد عبد العزيز وكما استمعنا للسيد جابر عمى يمثله هذا اليوم في نفوسنا من كرامة ومن عزة ومن سيادة طبعا والوقوف صفا واحدا خلف هذا الوطن كل ذلك يقودنا لنسأل أو لنسأل أنفسنا ماذا يمثل هذا اليوم لدولة قطر ماذا يمثل لأهل دولة قطر وماذا يمثل أيضا لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة طبعا هو يمثل الكثير لكل من يقيم على هذه الأرض لأنه هو يوم للاحتفاء بالوطن لمنجزات عام كامل كل من يشارك في هذا الاحتفال عمل طوال عام كامل في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة جاهدا على أن يحقق إنجازات مميزة كلهم في قطاعه وبالتالي عندما نأتي إلى هذا اليوم الثامن عشر من ديسمبر وكأننا نقدم كشف حساب للمنجزات والإنجازات التي قام بها كل أفراد المجتمع من خلال المؤسسات التي يعملون فيها وبالتالي يفخر كل شخص بما قدمه في مؤسسته وفي عمله طوال العام وما قدمه من جهد وعمل لقطر بالإضافة إلى أن الدول في مثل هذه الاحتفالات تقدم عديد من الرسال بالتأكيد الرسالة الوطنية المجتمعية أحد أهم الرسالة الرسالة الداخلية أتحدث لكن أيضا تقدم رسالة للخارج عن قوة البلد تماسكها ترابط شعبها مع القيادة وتقدم الكثير من الدول رسالة سياسية اقتصادية وحتى عسكرية وشاهدنا ذلك ربما في المسير واختلاف المسير العام الماضي الذي قدمنا فيه عرض مهيب للأسلحة التي تملكها قطر والعرض الذي قدم هذا العام والذي كشف عن القطاعات المتنوعة في قطر نعم طبعا لن نتحدث عن اليوم الوطني سيد جابر دون الحديث عن شعار هذا اليوم الوطني في طالما قزينتها أفعانة طبعا هو شاطر من أبيات المؤسس الشيخ جاسب بن محمد بن ثاني رحمه الله لا شك أن هناك دلالات واضحة من وراء هذا الشيطر واجعله شعار الاحتفالات الدولة لهذا العام خصوصا عندما نتحدث عن الأفعال بعيدا عن الأقوال بالتأكيد وليس أي أفعال إنما أيضا حسن الأفعال التي ينبغي علينا أن نتمثلها من خلال السلوك العملي في حياتنا اليومية هذه الأفعال هي ممتدة بالمناسبة إلى يومنا هذا نتذكر خطاب سمو الأمير الأخير في مدلس الشهور عندما استحضر العمل والإخلاص والإتقان لهذا العمل في حياتنا اليومية في مناصبنا في المسؤوليات المنوطة بنا وبالتالي حتى من الحديث النبوي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وبالتالي حتى جزئية هذا الشعار الشطر من البيت يشير إلى أهمية إتقان هذا العمل وهو ما درج عليه هذا الوطن طوال مسيرته هذا العمل الصالح أيضا يقودنا إلى محاربة كل المظاهر السلبية اليوم قطر في العديد مثلا في المؤشرات الدولية تتقدم وتتصدر المشهد سواء كان ذلك في الإنتاجية سواء كان ذلك في محاربة الفساد اليوم مدركات في مؤشر مدركات الفساد على سبيل المثال قطر ترتيبها 29 تتقدم كانت في السابق 31 من بين 180 دولة في كل ما يتعلق بالإنتاجية والمؤشرات الدولية تجد قطر أنها تتصدر وهذا لم يأتي جزافا إنما نتاج عمل ونتاج خطط أحد ركائزها هو الجانب الإخلاص وجانب الإتقان في هذا الجانب حتى جائزة الشيخ تميم الأخيرة التي دولي مكافحة الفساد هي جزء من هذه المنظومة المتكاملة في قطر التي تسعى إلى إتقان العمل في الداخل وجعله أحد الركائز المهمة في التنمية وفي التقدم وفي ازدهار المجتمع لأن الأمم والمجتمعات لا يمكن أن تنفصل في نهضتها عن تاريخها عن حضارتها عن هويتها وبالتالي هي امتداد نرى منذ المؤسس القيم التي غرسها لمحتفالاتها ليست مجرد شعاراتها إنما هي من خلال أفعال تترجم على الأرض من خلال مبادئ وقيم وركاز ومنطلقات أسست لمرحلة جديدة في كل مراحل ومسيرة هذا الوطن هذه الأفعال وهذه الانتاجية وهذه التنمية سيد عبد العزيز وكما استمعنا إلى السيد جابر طبعا تذكرنا بالمنجزات المنجزات الاقتصادية التنموية السيادية وأيضا السياحية والرياضية والثقافية والأدبية وكما تحدثت قبل قليل بأنه موعد لذكر كل تلك المنجزات هنا السؤال لنا جميعا كيف يمكن المحافظة على تلك المكتسبات ذخر هذه المكتسبات لنا أولا ثم للأجيال القادمة دعني أوضح أولا أنه الاتقان في العمل والعمل الصالح والإنجاز فيه أحيانا مشكلة ولهذا اليوم نحن في حصار نحن في حصار اليوم لأننا أحسننا العمل وأتقنناه وتفوقنا على من أراد من الشر كل المنجزات التي حققتها الدولة وكل الخير الذي تنشره هذه البلد في كل العالم هو ما يراد تدميره عبر حصار قطر نحن فخورين بكل ما تحقق من الإنجازات ويمكن الحفاظ عليها بمزيد من العمل بمزيد من الجهد بمزيد من الصمود في وجه كل المحاولات لإفشال العمل في هذا البلد بمزيد من التكاتف أحيانا هناك مشاريع تقام في الدولة يعتقد البعض أن النتيجة يمكن أن تكون فورية هناك مشاريع تأتي نتيجتها بعد سنوات طويلة مثلا كأس العالم يكرة القدم الذي احتفلنا بتاتشين ستاد لوسيل قبل أيام لم يأتي فقط لأن قطر تقدمت بالملف بل لأن قطر لديها إرث كبير في استضافة بطولات عالمية متعددة وتحت ظروف مختلفة ونجحت فيها بامتياز ولديها اتحادات رياضية متنوعة ومنجزات رياضية كل ذلك أنت اليوم تبني حجرا تلوى الآخر نحو بناء دولة عصرية متكاملة متقدمة تحتاج وقت لإنهاء كل هذه المنجزات ما نراه على الأقل وما رأيناه في الحصار يؤكد أننا نسير نحو خط صحيح وأن هناك حكومة موجودة تدير البلد بامتياز تخطت أصعب الظروف في أحلك الأوقات ونجحت فيها وبالتالي في أوقات الرخاء توقع الأفضل والأفضل بالفعل هذا المطلوب أننا جميعا هو المحافظة على تلك المكتسبات لنا ولأجيالنا طبعا لن نبتعد كثيرا عن الدوحة بل سنكون فيها من خلال الحدث الأبرز بعد اليوم الوطني وهو منتدى الدوحة الثامن عشر لكن بعد الانتقال معكم وأيضا مع السادر المشاهدين إلى تقرير آخر يصلط الضوء على كلمة سمو الأمير المفدى في منتدى الدوحة الثامن عشر حيث شملت هذه الكلمة شملت الأزمة الخليجية وما يحدث الآن من نزاعات وتحديات وأزمات وصولا إلى مسألة تكميم الأفواه وحرية الكلمة طبعا المزيد في سياق التقرير التالي أمام تجمع كبير من صناع القرار والسياسات في العالم قدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الكلمة التي افتتح بها النسخة الثامنة عشرة لمنتدى الدوحة رؤية دولة قطر للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي هذه التحديات تندرج في سياق التحولات التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة وبدايات الألفية الجديدة حيث اختلفت المسارات بين العمل الأممي الهادف إلى تعاون دولي فعال في مجال التنمية البشرية وسياسات إقليمية لا تساعد على تحقيق الأمن وإرساء السلام تتضاعف جسامة هذه التحديات أمام ما يكتنف النظام الدولي الراهن من التجاذبات السياسية المتصاعدة ذات الأثر السلبي على التعاون الدولي والانتقائية في معالجة بعض القضايا واللجوء أحيانا إلى استخدام القوة وتنامي العنصرية بكافة أشكالها ويؤكد حضرة صاحب السمو أن هذه التحديات لا يمكن مجابهتها إلا بالقيم الجامعة التي صيغت في موافق الأمم المتحدة كما يخلص إلى القول بأن الحوار هو الأساس الذي ينبغي اعتماده في مواجهة كل الأزمات بما فيها أزمة الخليج الراهنة وينطبغ ذلك على أزمة الخليج المتمثلة بحصار بلادنا والتي لم يتغير موقفنا في حلها برفع الحصار وحل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول منتد الدوحة كان مناسبة اطلع خلالها حشد كبير من الشخصيات البارزة عالميا على ما حققته دولة قطر من نجاحا اقتصادي وسياسي تعكسه جاهزيتها للمواعيد الكبرى رغم ظروف الحصار الجائر فقد شمل حضرة صاحب السمو برعايته الكريمة حفل الإعلان عن تصميم استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بحضور فخامة رئيس جمهورية الإكوادور وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة ولفيف من الشخصيات ضيوف الدولة هياكم الله مشاهدين الكرام من جديد سيد عبد العزيز تابعنا طبعا هذا التقرير ارتكز على كلمة سمو الأمير في منتدى الدوحة الثامن عشر من خلال الحديث عن القمع والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان والتي أصبحت تمثل كما قال سمو الأمير تهديد الإنسانية برأيك متى تؤمن بعض الأنظمة العربية أننا الآن في القرن الواحد والعشرين وأن مثل هذه التهديدات وأن مثل هذه الانتهاكات تضر في المقام الأول سمعة بلدانهم للأسف هذا التفكير لن يتغير لدى بعض الأنظمة لأنها تعتقد أن حكمها أصلا قائم على القمع والتنكيل بشعوبهم قبل أن يقوم بممارسات عن جهية هذا شعوبهم تخيل خصومهم بالتأكيد شاهدنا ذلك في اليمن على أقرب مثال وكيف أن البعض تدخل في مصر وليبيا وغيرها من الدول بالإضافة إلى التنكيل والقمع الموجود على المستوى الداخلي لكن قطر تسعد منذ سنوات طويلة لنشر هذه الفكرة نشر فكرة أنه تخلص من الإرهاب تخلص من الفساد التخلص من كل مظاهر التأثير على الدول يأتي من خلال ركائز معينة الاهتمام بها يخلق مجتمعات سليمة وصحية التعليم وهو الأمر الذي ركز عليه سمو الأمير في أكثر من خطابه خاصة خطابه الأخير في الممتحدة أن التعليم هو الأساس لكل مجتمع الذي يبنى عليه المجتمع الصحيح والذي يمكن أن يخلصنا من كل المشاكل بالإضافة للقضاء على الفساد لهذا تنشط اليوم قطر في أكثر من مكان وتحاول أن تغطي الكثير من النواقص حتى في هيئات المم المتحدة عندما ادخلت مثلاً الولايات المتحدة عن وكالة الأنورو قامت قطر بسدات كل حصص الدول التي لم تقم بذلك نظراً لأن قطر لديها دور إنساني متكامل في كثير من ناطق العالم هذه الانتهاكات هذه التهديدات سيد جابر لم تعد تجدي نفعاً كما ذكر سمو الأمير في كلمته أمام المنتدى تطورات تكنولوجية فضاءات مفتوحة وبالتالي تكميم الأفواه ومحاربة الكلمة لم يعد يجدي نفعاً برأيك لماذا هذه السياسة تستخدم في بعض الأنظمة العربية لا شك أن هناك أهداف لدى تلك الأنظمة العربية ما الهدف برأيك؟ أعتقد أن هناك أنظمة إلى الآن تفكر بعقلية الماضي وتعتقد أن يمكن تكميم الأفواه يمكن ممارسة القمع يمكن ممارسة الاستبداد يمكن تغييب الوعي ويمكن أيضاً إغلاق الفضاء وهي تعيش في نمط قبل 40 أو 50 عاماً بينما اليوم في ظل هذا الفضاء المفتوح في ظل هذه المنصات الإعلامية في ظل هذه المشاريع التنموية التي تحدث في العالم لا يمكن إغلاق أو انغلاق وتقوقع الأنظمة داخل محيطها الاجتماعي حتى ما حدث من ثورات الربيع العربي هي نتاج بيئات استبداد ونتاج بيئات قمع لدت إلى أن تثور هذه الشعوب لو أن هناك إصلاحات لو أن هناك فرص عمل لو أن هناك عدالة اجتماعية لما رأينا هذه الثورات التي عصفت بهذه المجتمعات وللأسف أن الثورات المضادة التي ترد ذلك هي التي أدخلت هذه المجتمعات في هذه الأنفاق المظلمة التي تم هدر الإمكانات والأرواح والدماء نتيجة هذه الممارسات القمعية لذلك اليوم بعض هذه الأنظمة تفكر بعقلية الماضي تعتقد أنه إذا ما سيطرت على وسائل الإعلام إذا ما مارست قمعا أو سعت إلى أغلاق منصات إعلامية أو منعت برنامج الحقيقة من وصوله إلى مجتمعاته يمكن أن تواصل عملية تغييب الوعي ولا تعتقد أن اللوم المواطن البسيط بجهاز ربما لا يتجاوز 200 أو 300 ريال يستطيع أن يكون منصة إعلامية متكاملة وبالتالي اللوم قطر منفتحة قطر من خلال تأسيسها لإيجاد وعي ربما هذه الأزمة برهنت أن المواطن القطري لديه وعيا متكامل يستطيع أن يميز ما بين الغذ وما بين السمين ما بين الصالح وما بين الطالح لذلك لم تلجأ على سبيل المثال الحكومة القطرية في منع المنصات الإعلامية ولم تمارس قمعا أو فرض إجراءات أو عقوبات على مواطنينا بينما الطرف الآخر لأنه ليس لديه رصيد فعلي ويعتقد أنه إذا ما منع المنصات القطرية أو الإعلام المحايد حتى يستطيع أن يضلل شعبه وأن يمارس المزيد من التغيب على مواطنيه وعلى من يقيم على أرضه تطرقت قبل قليل سيد عبد العزيزي إلى موضوع الأنر وإلى القضية الفلسطينية طبعا هذه القضية كانت حاضرة أيضا في خطاب سمو الأمير عندما قال هناك العديد من التحديات في منطقة الشرق الأوسط ولعل أبرز تلك التحديات هي القضية الفلسطينية هنا يجب الافتخار بأن فلسطين دائما ما تكون حاضرة في خطابات القيادة القطرية لكننا نتألم صراحة بأن تصبح هذه القيادة إن قلنا ثانوية أو ربما تصل إلى مرحلة الهامشية لدى بعض الأنظمة العربية هنا نسأل من الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه لدى تلك الأنظمة نحن نمو بمتحدي تاريخي تعلق بالقضية الفلسطينية في وقت سابق نحن لدينا ثلاث أنواع من الأنظمة أنظمة مهتمة بالقضية الفلسطينية تطيها كل الجهد والدعم السياسي والمالي والاجتماعي وأنظمة كانت لا تعنيها القضية ومنشغلة بقضاياها الأخرى وأنظمة كانت عميلة وخائنة ولكن كانت تمارس ذلك في الخفاء اليوم التحدي التاريخي في القضية الفلسطينية أن هذه الأنظمة التي كانت عميلة وخائنة وتقوم بذلك من تحت الطاولة كما نقول الآن أصبحت تقوم بذلك علنا وتفتخر بذلك وتؤثر على الدول التي كانت تلتزم ربما الحياد أو تريد أن تكون بعيدا عن القضية الفلسطينية لأسبابها الخاصة أصبحنا اليوم مجموعة قليلة ربما تتصدرهم قطر الذين لا يريدون تمرير صفقة القرن الذين يريدون الحق الفلسطيني أن يعود كاملا الذين يدعمون الفلسطين بأكملها دون تحيز ودون أسباب سياسية أو مآرب أخرى يريدون تحقيقها لهذا اليوم كل العرب وكل المسلمين أمام تحدي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية وفي إبقاء هذه القضية حية في قلوب ومشاعر وحتى إعلام كل دول العالم وصلنا سيد عبد العزيز إلى أن نرى وزير خارجية وتحديدا وزير خارجية مملكة البحرين ينتقد دور الجامعة العربية في مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية يقول أستراليا ونيوزلندا أو أي دولة بإمكانها الاعتراف بالقدس عاصمة إلى آخره وهناك تهجم هو لم يسكت يعني هو لم يبتعد يقول كيفانا شر لكنه حضر وأيضا كان هناك من باب انتقاد كل ذلك تأكيد على أن هناك من يمارس في الماضي كما تحدث قبل قليل من تحت الطاولة الآن أصبح الموضوع واضح للعيان بل وصل إلى مرحلة الافتخار بأننا ضد هذه القضية يعني وزير خارجية البحرين ربما أتذكر مع الشيخ حمد بن جاسم عندما كان في الحقيقة وقال أن مشكلة البحرين هي التصدر يعني لو عدنا حتى في الحصار أعتقد أن دول الحصار عندما قررت أن تقوم بحصار قطر أيضا البحرين تصدرت وقالت نحن من سيصدر البيان الأول هذه مشكلة لدى البحرين وإذا كان هناك دولة ربما ستتجه للإعلان الرسمي عن بدء العلاقة وبدء تمنص صفقة القرن ستكون البحرين سنقول بلاجأتنا تحريبها للأسف إذا كانوا دائما السعودية تعاير الدول الأخرى بالحجم إذا كانت البحرين بهذا الحجم وتقوم بها تصرفة خير أو البحرين في حجم السعودية كان الله غفور رحيم عندما نتذكر طبعا الأزمة القضية الفلسطينية ننتقل مباشرة أن هناك أزمة وهي الأزمة الخليجية وأيضا لم تغب هذه الأزمة عن كلمة سمو الأمير من خلال الموقف القطري من الأزمة ومن خلال الحوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية هنا يجب الإشارة أن دولة قطر حريصة كل الحرص على حل هذه الأزمة سيد جابر لكن لماذا لا نرى مثل هذا المستوى من الحرص لدى تلك الدول هل هناك سر برأيك؟ قطر منذ اليوم الأول موقفها كان واضح في إيجاد حل هذه الأزمة المفتعلة التي صنعتها هذه الدول لم يتغير موقف قطر بالمناسبة طوال عام ونص بينما الدول الأخرى كانت في تذبذب باستمرار وفي ارتباك دائم في تعاطيها مع هذه الأزمة وفي محاولة القفز وفي محاولة الكذب من مربع إلى آخر هذه الأزمة التي دفعت المنطقة إلى هذا النفق وعصفت بشعوب الخليجية هي بالفعل مصطنعة وهي بالفعل ليست لديها ركائز وليست لديها قواعد حقيقية انطلقت منها إلا أنها تريد استهداف دولة تتمتع بسيادة تتمتع بقرار يرفض الإملاءات أو الضغوط لا يقبل أن يكون تابعا لأي جهة تريد الهيمنة واختطاف هذا القرار وأيضا السيطرة على ثروات هذا البلد ليس فقط اليوم عندما يتحدثون أن خلافنا مع الدولة أو مع النظام في قطر هو الدعاء كاذب لأن ما رأيناه أنه استهداف للشعب القطري ما رأيناه أنه استهداف لقطر وتاريخها وشعبها وقيادتها ليس هناك استهداف أو أن هناك سياسة أو أن هناك كل هذا تسويق لوهم ودجل يريدون من خلاله استيطرة على قطر وعلى ثروات قطر وإخضاع قطر لإرادتهم واليوم بعد أن صدموا وبعد أن فشلوا فشلا دريعا طوال الأشهر الماضية يحاولون تبرير ما وصلوا إلى يريدون حفظ ماء الوجه أمام شعوبهم بعد أن تمادوا في في مطالبهم بعد أن تحدثوا عن تهما زائفة بعد أن قالوا أن هذه دولة أرهابية ثم اليوم يجلسون مع قطر بعد أن قال قادتهم أننا لن نجلس على طاولة واحدة بحضور قطر وجلسوا مع قطر في في نيويورك في الرياض في الدمام في في مسقط وبالتالي اليوم يعني هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الإسفاف يعني محاولة التصطيح حتى في هذه هذه الأزمة لذلك لأنه ليست لديهم حتى في الأيام الأولى رأينا أنه ليس هناك ماذا يريدون من هذه الأزمة لم يقدموا إلى اللحظة بالمناسبة أي دليل لا للوسيط الكويت ويحاولون حتى اللحظة إفشال أي جهد لسموه الشيخ صباح الأحمد عبر وزراء تويتر عبر سفهاء المستشارون وغيرهم من هذه الشخصيات التي تتصدر المشد سعيا لاستمرار هذه الأزمة وسعيا لتمزيق النسيج الاجتماعي قطر تجاوزت هذه الأزمة ولله الحمد لكنها تصر حتى اللحظة أنها لا زالت تتمسك بالمنظومة الخليجية حل الأزمة ولا زالت تتمسك بشعرة معاوية بإبقاء هذه المنظومة خدمة للشعوب والأسر والعوائل الخليجية المشتركة عندما أتذكر الأزمة الخليجية سيد عبد العزيز أتذكر بجانبها بطولة كأس العالم 2022 تقديري المتواضح هناك ربط ما بين الأزمة الخليجية وهناك ربط أيضا مع الأزمة الخليجية كأس العالم طبعا على ذكر كأس العالم كنا على موعد قبل يومين من الآن أو ثلاث أيام تقريبا في افتتاح آخر ملاعب كأس العالم وهو ملعب الوسيل برعاية وحضور سمو الأمير طبعا كلنا تابعنا حديث إعلام دول حصار بداية من الأزمة طبعا كان واضح للعيان مع بداية الأزمة الخليجية بأن هناك ارتباط في مسألة كأس العالم وبعضهم صرح بكل وضوح أنه يجب أن يتوقف أو تتوقف هذه البطولة وينتهي كل شيء الآن تدشين آخر ملاعب هذه البطولة ماذا يمثل أولا لقطر وماذا يمثل للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ذلك محمد ليش كأس العالم يعني البعض يقولك بطولة رياضية ثلاثين يوم ليش دول الحصار تعتقد أنه كأس العالم هو حدث مؤثر ويجب أن يقف هي المشكلة ليست في كأس العالم هي المشكلة في ما أقيم من مشاريع حول كأس العالم لاستضافة كأس العالم سيستمر ما بعد كأس العالم اليوم مثلا ميناء حمد ومطار حمد وكل المشاريع الخدمية التي أقيمت في الدوحة ستكون قبلة وواجهة اقتصادية لقطر إلى ما بعد كأس العالم هذه هي المشاريع التي يجب أن تتوقف لهذا يجب أن يتوقف كأس العالم حتى يدمر المشروع الميناء حتى يتوقف تتوقف التوسيع في المطار هذه المشاريع التي يجب وتسعد دول الحصار أن توقفها وليس فقط ببطولة كأس العالم وما يمكن أن تحققه من مجزات اقتصادية النظر إلى جانب المشاريع التي تتزامن مع كأس العالم بالتأكيد يجب أن تخسر قطر البطولة وكل ما أقيم بسبب البطولة وكل ما يمكن أن تحققه البطولة بعد إقامتها كأس العالم بالتأكيد منجز رياضي نفتخر به سيكون حدث استثنائي تدشين تصنيم الملعب اليوم أكد أن قطر تفي بالتزاماتها وتعهداتها قطر تعهدت أن تنتهي كل الملاعب في منتصف 2022 عندما تقدمت بالملف اليوم قطر تؤكد أنها تفي بالتزاماتها جهزية الملاعب سيد عبدالرازيل متى تكون؟ جهزية الملاعب ستكون في منتصف 2020 وهذا موعد استثنائي لم يحدث قبل ذلك نتذكر مثلا أن كأس العالم قبل الماضي في البرازيل كان الافتتاح بعد أيام ولا زالت الأعمال الجارية في ملاعب متعددة لهذا جاء الرئيس الاتحاد الدولي اليوم وقال لك أن قطر قدمت أمر استثنائي أن تكون ملاعب جهزة قبل سنتين وأعتقد ما حققناه من منجزات في كأس العالم هو الذي دفع اليوم بقطر أيضا أن تعود إلى الواجهة الأسيوية في كرة القدم وترشح سيد سعود مهندي لمنصب رئيس الاتحاد تحدثنا طبعا عن عدد من الأزمات والصعوبات التي أتت في كلمة سمو الأمير من خلال هذا المنتدى منتدى الدوحة الثامن عشر لكننا لم نتحدث عن المنتدى أهمية هذا المنتدى وما صاحب هذا المنتدى من فعاليات من أحداث طوال اليومين الذي أقيم فيها هذا المنتدى في العاصمة الحبيبة الدوحة لكن اسمحوا لي قبل أن ننتقل إلى ذلك معكم وأيضا مع السادة المشاهدين إلى تقرير آخر حيث أصبح هذا المنتدى منتدى الدوحة الثامن عشر من أبرز المنتديات الدولية التي تناقش القضايا الإقليمية تناقش أيضا القضايا الدولية طبعا تمثل كل ذلك في وجود أكثر من ألف وثماني مئة مشارك وألف متحدث من سبعين دولة نشاهدوا معا هذا التقرير ثم العودة للحوار ثمانية عشر عاما استطاع من خلالها منتدى الدوحة أن يكون في صدارة المنصات العالمية للحوار ليس هذا وحسب بل أصبح كذلك مقصدا لقادة الرأي وصناع السياسات من مختلف دول العالم وذلك لسمعته وقدرته على ملامسة التحديات التي تواجه العالم ومناقشتها وتبادل الأفكار وصياغة السياسات والتوصيات في مناخ بناء يتقبل مختلف وجهات النظر في نسخته هذا العام وفر المنتدى مساحة لمناقشة صنع السياسات في عالم متداخل مركزا على أربعة محاور هي الأمن، السلام والوساطة التنمية الاقتصادية اتجاهات وتحولات طرح قضايا ذات طابع أممي وإنساني أكسب الدوحة سمعة عالمية بتنظيمها وتبنيها للمنتدى ريادة المنتدى وأهميته جاءت من خلال تكوين الروابط بين صناع السياسة وطرح الحلول للقضايا الإقليمية والدولية هذا الاهتمام الدولي بالمنتدى انعكس بحجم ونوعية المشاركة التي وصلت إلى ألف وثمانمائة شخصية من سبعين دولة حول العالم كما شملت النقاشات أكثر من خمسة عشر جلسة تحدث من خلالها قرابة مئة من الخبراء وصناع السياسات إسهام دولة قطر لم يكن فقط في احتضان المنتدى بل جاء أيضا من خلال دعم الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة لمنظمات الأمم المتحدة وتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة مع الأمم المتحدة لتمويل عدد من الهيئات الإنسانية الأممية ودعمها بقيمة خمسمائة مليون دولار على مدى عدة سنوات لقد استطاع منتدى الدوحة منذ إنشائه أن يتناول موضوعات هامة وحضره رؤساء الدول والوزراء وقيادات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لتكون الدوحة بذلك منارة للحوار البناء وقبلة تستوعب الأراء والمقترحات على اختلافها حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن سيد جابر كما تابعنا طبعا سويا هذا التقرير عن منتدى الدوحة الثامن عشر وما صاحب هذا المنتدى من فعاليات ومن أحداث طوال اليومين الذي أقيم فيها هذا المنتدى في الدوحة يبقى الحديث عن الأهمية من إقامة مثل هذه المنتديات هل بالفعل ما نعيشه من أزمات ومن تحديات تحيط بنا جميعا؟ حتمت علينا إقامة مثل هذه المنتديات هذا من باب من باب آخر واستمرار تلك المنتديات أولا دعنا من الأهمية لكن حمل هذا المنتدى رسالة واضحة جدا عن المكان التي تتمتع بها قطر بدليل هذا الحضور الفاعل والمكثف من رؤساء دول من رؤساء حكومات من وزراء من صناع قرار من قطاعات مختلفة كانوا حاضرين وحريصين على التواجد في هذا المنتدى في نسخته الثامنة عشر وبالتالي اليوم مكانة قطر ودور قطر وحضور قطر أدى إلى أن يكون هذا المنتدى رسالة واضحة يجتمع في كل صناع القرار ويصبح منصة لمناقشة قضايا العالم في مختلف القطاعات السياسية التنموية الإنسانية الاقتصادية كل هؤلاء يجتمعون اليوم في قطر من أجل مناقشة قضايا العالم في كل القطاعات الأمر الآخر أيضا الحضور الكبير الذي جاءت به الأمم المتحدة بدءا من الأمين العام ومختلف المؤسسات والمنظمات التابعة لها والتي شهدنا من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الداعمة التي ساهمت بها قطر وعدد من هذه المنظمات اليوم سوف تتواجد في قطر وسوف يكون لها مكاتب في قطر وهذه دلالة أخرى على المكانة التي تتبوأها قطر وأيضا رفضا لكل الإدعاءات التي تحدثت بها دول الحصار أن قطر تدعم الإرهاب وأن قطر إرهابي وما إلى ذلك من أصناف وإدعاءات كاذبة اليوم هذا الإقبال وهذا التوقيع حتى المنظمات الخيرية أو قطر الخيرية التي صنفتها دول الحصار على أنها منظمة إرهابية تحرص المنظمات الأممية أن توقع مع هذه المنظمة أو مع هذه الجمعية اتفاقية لتقديم خدمات وأصبحت في أكثر من لجان المتحدة هي عضو في هذه المنظمات حتى أنها أصبح تتواجد في اليمن التي اليوم يعبث بها أو تعبث بها دول الحصار القتل والتجويع والتشريد وما إلى ذلك من أصناف العذاب تسام به اليمن ويسام به أشقاؤنا في اليمن وبالتالي هذا المنتدى أصبح علامة فارقة من بين كل المنصات العالمية التي تعقد في مختلف دول العالم من هنا سيد عبد العزيز وكما تحدث سيد جابر عن الأهمية من إقامة مثل هذه المنتديات ودور المؤسسات الأممية بالإيمان بوجود مثل هذه المنتديات على أرض دولة قطر كما تحدث سيد جابر عن بعض المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة تنوي افتتاح مقرات هنا في دولة قطر طبعا كل ذلك تمثل من خلال الإحصائية ووجود أكثر من ألف وثمامية مشارك قبل قليل نقول في المقدمة ألف وهم مئة متحدث من سبعين دولة برأيك كيف سيسهم حجم تلك المشاركة في بلورة صورة واضحة وإيجاد حلول لما نعانيه من تحديات لما نعانيه من صعوبات خصوصا في منطقة الشرق الأوسط اليوم التجارب الدولية بمختلف أنواعها هي تجارب مهمة ونستفيد منها قطر في كثير من اتفاقيات الممتحدة وكثير من القوانين التي طرحت إما أيدتها وإما وفقت على أجزاء منها بما يناسب المنطقة وثقافتها ودينها وعداتها وغير ذلك منذ سنوات طويلة تحاول قطر بالتعاون مع الممتحدة على أن تكون للمنظمات المنبثقة من الممتحدة أو التي ترعاها الأمم المتحدة دور مهم في منطقتنا العربية دور فاعل ودور مقبول أيضا من المجتمعات العربية لهذا مثلا عندما استضفنا قبل قليل نتحدث كأس العالم عندما استضفنا بطولة كأس العالم كانت مثلا اتحاد العمال العالمي يهاجم قطر بشكل مكثف فالآن أين كان سبب الهجمات المتتالية إلا أن القيادة القطرية واللجنة المنظمة المسؤولة عن ملف ذهبت لهذا الاتحاد تم صياغة قوانين معينة وهيكل معينة لطار العمال الذي تسعى له الأمم المتحدة أن يكون موجودا في المنطقة نجحت قطر في أيضا تقديم تعهدات التزمت فيها ولهذا اليوم المكتب الإقليمي للأتحاد العمال العالمي موجود في الدوحة منظمة العمل الدولية مكتب العمل موجود في الدوحة وفي وزارة التنمية اليونسي في اليوم تأتي للدوحة لماذا تأتي للدوحة؟ للي قدمته قطر من دعم لهذه المنظمة ومنجزات حضارية كثيرة متعلقة بالتربية والعلوم والثقافة إذن ليست الفكرة فقط أن تقيم علاقات مع منظمات الممتحدة أو أن تدعم هذه المنظمة بأكثر من 500 مليون دولار الفكرة أن تستفيد من هذه التجارب أن تجلب هذه القوانين والاتفاقيات لتطبق في منطقتنا العربية لما فيه خير لشعوب المنطقة ولدول المنطقة بغض النظر عن بعض الدول التي يقودها بعض الطغاة بالمناسبة من منظمة العمل الدولية صحيح انتقدت دولة قطر وأنك أكثر صراحة انتقدت دولة قطر في طريقة التعاطي نوعا مع العمال هنا أو هناك لكنها أشادت بدولة قطر وأقامت مكتبها في دولة قطر وأيضا طلبت من الدول المحيطة بدولة قطر أن تحتذي بدولة قطر حديثي قبل قليل سيد جابر عن الأمم المتحدة وعن الدعم القطري للأمم المتحدة طبعا تمثل كما تحدث السيد عبد العزيز في تقديم الدعم لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ نصف مليار دولار من أجل دعم البرامج الإنسانية وأيضا برامج مكافحة الإرهام كيف يمكن أن نقيم مثل هذا الدعم وإعطاء صورة حقيقية نحن نتحدث عن الإرهاب الآن قطر تسعى على أكثر من مسار في محاربة هذه الظاهرة التي نحن براء منها كأمة وكشعوب لأنها نتجت من خلال ممارسات قمعية أقدمت عليها بعض الأنظمة دفعت إلى إيجاد هذه الظاهرة التي تضررت منها المجتمعات العربية والإسلامية أكثر من غيرها بالمناسبة لذلك اليوم مبادرة تعليم عشرة ملايين طفل على مستوى العالم هي واحدة من المسارات التي اتخذتها قطر لإنقاذ المجتمعات المحتاجة والفقيرة من آفة الانزلاق انزلاق بنائها إلى بيئات غير صحية إلى موضوع الإرهاب إلى أن تستقطبهم المنظمات المتطرفة والمنظمات التي تستهدف تقويض السلم والأمن والتنمية في هذه المجتمعات واحدة من ذلك كما أشرت موضوع التعاون مع ألوان المتحدة عبر المنظمات وعبر المؤسسات الأممية التي تساهم من خلال التعليم من خلال التنمية كلما وفرنا عدالة اجتماعية في أي مجتمع كلما وفرنا حرية ومتنفس للشعوب كلما ابتعدنا عن القمع وعن الاستبداد وعن ما شبه ذلك فأننا نوجد تنمية ونوجد استقرار من خلال بناء الإنسان إذن قطر تسعى إلى إيجاد هذه البيئة وإلى إيجاد مثل هذه المجتمعات التي تساهم بالتنمية وإبعاد أبنائها عن المنزلقات التي قد تستقطر من قبل هذه المنظمات ليس فقط في قطر وإنما على مستوى العالم اليوم جهد قطر على مستوى العالم نبقى السيد عبد العزيز في موضوع موضوع الإرهاب ومنظمات الأمم المتحدة لكن هذه المرة مع أمينها العام الذي أشاد بما قدمته دولة قطر من منحة أو من دعم لخدمات مستمرة المنظمات الأممية وخصوصا فيما يتعلق في مكافحة الإرهاب هنا يجب أن نربط ولا نقفل بالإشادة لدولة قطر في هذا المجال وبين التهم التي تساق من قبل دول الحصار لماذا برأيك لا يلتقيان ولا يتفقان تلك الإشادة مع تلك التهم المستمرة؟ لأن الأمين من العام المتحدة تحدث عن حق وعن واقع ودول الحصار تحدث عن باطل وعن خيال أو آمال تتمنى أن تكون قطر متهمة بها لهذا الأمين العام عندما جاء إلى منتد الدوحة وتحدث عن الدور القطري في دعم هذه المنظمات لأنه يعلم بما قمت به قطر لهذه المنظمات والأهداف التي من أجلها قامت قطر بدعم هذه المنظمات اليوم لو تذهب لمثلا منظمات التي تركز عليها قطر في الأمم المتحدة تجد أنها كلها أو في مجملها متعلقة بما يمكن أن تستفيد منه الشعوب التعليم، الصحة، الثقافة، محاربة الفساد، مكافحة الأمراض كل ذلك قطر تشارك به بشكل كبير بالإضافة إلى برامج الطارئة يجب أننا نخفل أن قطر تشارك في برامج طارئة كثيرة تقوم بها المتحدة تتعلق بحماية اللاجئين، تقديم مساعدات لهم، الكوارث والحروب دول الحصار للأسف اختلقت هذه الاتهامات لأنها تريد أن ترغب أن ترى ما هو موجود على حوائط مردنها موجود على قطر، ما تتهم هي به موجود في قطر اليوم تهمة الإرهاب تهمة لم ولن تتهم بها قطر لم تعرف أصلاً قطر أنها دولة مصدرة لا للإرهاب ولا للإرهاب في هذه النقطة سيد عبد العزيز قبل طبعاً ما ننتقل إلى المحور الأخير ألا تتساءل تلك الدول ومسؤول تلك الدول بأننا كيف ممكن أن نسوق بأن دولة قطر دولة تدعم الإرهاب وأن دولة قطر دولة تدعم التطرف لكن هناك إشادات أممية هناك دول تتقدم وكما تحدث قبل غليل سيد جابر أنت تتهمني اليوم بالإرهاب وتوجه لدعوة لحضور قمة كيف ممكن نحل هذه الاشكالية أو هذه التناقضات؟ يعني هذه الاتهامات كانت اتهامات وقتية كانت اتهامات مصاحبة لإجراءات الحصار اقتناعاً منهم وإيماناً مطلقاً منهم بأن هذه الدولة ستنهار خلال أيام وبالتالي ستذهب هذه التهم مثل مجموعة التهم الأخرى ومثل كل القضايا التي اختلقوها في الأيام الأولى كان الرهان الأول والأخير ولا بديل له أن هذه الدولة ستنهار وأننا سنتولى السيادة في هذه الدولة وسنسيطر عليها وستكون جزء خابت وخابت مساعيهم صحيح وبالتالي كانت الاتهامات وقتية وهمية هم أول من يعلم أنها اتهامات كاذبة لأنهم أول من يعلم بالدور القطر في مكافحة الإرهاب لأنهم يعملون مع دولة قطر ومع قيادة أركان جيش قطر في كل المنظمات الدولية والتحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب طبعا بما أننا تحدثنا عن دول الحصار وما تقوم به تلك الأنظمة وللأسف بما يقوم به قادة تلك الدول لابد للتطرق لما جاء في ما خفية أعظم على قناة الجزيرة لكن بعد الانتقال معكم وأيضا مع السادة المشاهدين إلى هذا التقرير الذي يكشف ما جاء في برنامج ما خفية أعظم للأسف عن استعانة تلك الدول في عام 1996 1996 بمجموعة من المرتزقة من أجل قزو قطر عسكريا وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد من خلال الأزمة الخليجية نفس الدول في ذلك التاريخ هي تلك الدول التي ما زالت تحاصر دولة قطر قلونا نشاهد معكم هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة كثيرا ما اتهمت الدول المحاصرة دولة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية لكنها في الوقت نفسه عجزت عن تقديم دليل واحد على تلك الاتهامات المرسلة أما الوقائع والأدلة فعلى العكس تثبت قيام الدول الأربع بعمليات منسقة ومتكررة للتدخل في الشأن القطري وتغيير نظام الحكم في الدوحة وتتوفر الأدلة الدامغة على ذلك هذا بول باريل زعيم مرتزقة فرنسي استخدمته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لاحتلال قطر وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في فبراير من عام 96 ووضعت تحت تصرفه ما يزيد على 100 مليون دولار وعتادا ضخما من الأسلحة والتجهيزات اللوجستية الشيخ زايد حاكم الإمارات السابق وابنه شيخ محمد ولي عهد أبو ظبي الحالي بالإضافة إلى ملك البحرين الحالي وفروا لباريل ومجموعته مقرات التدريب والانطلاق ووسائل الاتصال والحركة وزودوهم بجوازات سفر إماراتية وبحرينية تساعدهم في حرية المرور كانت الخطة تقتضي السيطرة على مقرات حيوية في الدوحة بهجوم بري وبحري وجوي متزام ومنها قصر سمو الأمير وقيادة الجيش والمقرات الأمنية الأخرى ومبنى التلفزيون وإنزال قوات مرتزقة شادية تتألف من ثلاثة ألاف مقاتل على طريق الشمال لإحكام سيطرة دموية على البلاد كما قضت الخطة بإلقاء القبض على صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وتصفية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبرى الثاني رئيس الوزراء السابق وسحق كل ما يقع في طريق جيش المرتزقة الذي يقوده بول باريل كان سيتم الاستلاء على قطر في غدون ربع ساعة وكانت ستقع مجزرة حقيقية لأنه لا يمكن لأي قوة مقاومة هجوم مفاجئ لثلاثة ألاف مقاتل مدعومين برا وبحرا وجوا في الأيام القليلة التي سبق التنفيذ العملية يقول باريل إن الرئاسة الفرنسية اتصلت به وحذرته من ارتكاب حماقة باسم فرنسا وتردد باريل ثم قرر إبطاء تنفيذ العملية لكن قرارا حاسما من صاحب السمو الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني أجبره ومجموعته على وقف التنفيذ فعندما علم صاحب السمو الأب بحكمية وقوع مجزرة في قطر قد يروح ضحيتها المئات قال إن جميع القطريين أولادي ولن أسمح لأحد بقتلهم وانسحب من المشهد كليا فألغيت العملية دون أن تراق قطرة دم واحدة بفضل الله ثم بحكمة وإنسانية صاحب السمو الأب يرحمه الله شهادة باريل تذكر بما حدث في المحاولة الإنقلابية الفاشلة في فبراير من عام 96 ومحاولات تدخل أبو ظبي والرياض والمنام المتكررة في الشأن القطري فمن صبر على من؟ حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن سيدة عبد العزيز الكل تابع هذا التقرير عن ما ورد في برنامج ما خفي أعظم خطة سعودية إماراتية بحرينية بمشاركة مصرية لقزه دولة قطر عسكريا من أجل قلب نظام الحكم في دولة قطر وكما قلنا الآن جعل قرار الدوحة مرتبط بعواصم دول الحساب أولا هل تفاجأت في حجم المعلومات التي وردت في هذا البرنامج ولماذا؟ يعني كأعلامي ربما كنت منطلع على كثير من المعلومات لكن التفاصيل بهذا الشكل خاصة الأسماء التي ذكرت لم يكن نتوقع أن تكون مشاركة مثلا الشيخ خريف بن زايد لم يكن اسمه متداول في العملية الإنقلابية حتى سمعنا بهذا الأسم في البرنامج التفاصيل العملية والرغبة الوحشية التي تحدث عنها قائد العملية العسكرية في أنهم كانوا يسعون إلى غزو الدوحة ومحوا قرى وقتل كل من يقف في طريقهم هذه التفاصيل بهذه الطريقة بالتأكيد لم نكن نتوقعها توقعنا عمل عسكري سريع انقلابي كما تم تداول في ذلك الوقت بالتركيز على التلفزيون والديوان الأميري وليس ثلاثة آلاف مقاتل لا يعلمون شيء في هذا العالم إلا سلاحا وقتل المصيب قائد المرتزق يقول تعليمات أتت بأننا نسحق كل ما يظهر في وجهنا هذا الشخص الذي جلبته من هذه الدولة الإفريقية عمله شيء واحد فقط القتل حتى يصل إلى الهدف وبالتالي تخيل كمية الدماء التي كانت يمكن أن تحدث لو لا أن هذه العملية أوقف نعم من هنا سيد جابر لكل تابعة طبعا ما ورد في هذا البرنامج كانت فاجعة من خلال الاشتياح العسكري بداية من خط الشمال أو من المناطق الشمالية لدولة قطر ثم توجه مباشرة لقصر الوجبة واعتقال سمو الأمير الوالد وتصفية معالي شيخ حمد بن جاسم بن جابر الثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق هذا بالإضافة إلى حجم المجزرة لنا أن نتخيل ثلاث تلاف مرتزق مدعوم من الإمارات من السعودية ومن البحرين المصيبة يقولون خليجنا مشترك وواحد إلى آخره من هذا ثلاث تلاف غير قوات البرية لماذا برأيك لا يظهر العداء والكراهية ولا يتجدد إلا من تلك الدول أخي محمد دعونا نحط بعض الأمور في نصابها حقيقة هذا العداء ليس وليد اللحظة وليس وليد 96 أو حتى 92 أو في 86 إنما هو بالمناسبة مسيرة ممتدة لعقود من الزمن وبالتالي اليوم هذه الدول بين فترة وأخرى تجتمع ولو لاحظت أن هذه الدول الثلاث تلتقي على عداء قطر تلتقي على استهداف قطر وليس فقط استهداف النظام أو الدولة إنما استهداف الشعب يعني تخيل أن هذا الجيش لا قدر الله في 96 انتهك الحدود ودخل ونجحت هذه المحاولة تصور أن قطر كيف سوف تكون تصور المجازر التي يمكن أن ترتكب تصور حجم الدمار الذي يلحق في هذا البلد تصور تحت يعني عودة الأمور ما حجم الإجرام الذي سوف يرتكب بحق أهل قطر أنا ذاك حب الرغبة والسيطرة والهيمنة على قطر ليس في 2017 ولا في 2013 و14 إنما هي غريزة مساكنة في هذه الأنظمة واليوم بالمناسبة الذين خططوا بالأمس في 96 اليوم هم في سدة الحكم سواء كانوا في أبوظبي أو كانوا في البحرين أو كانوا قريبين من القرار في الرياض وبالتالي اليوم هم متواجدين ويحكمون وطبقوا ما لم يستطيعوا في 2013 و2014 الخطة لم تكتمل حاولوا في 2017 أن تكتمل هذه الفصول البعض بالمناسبة اليوم يدعون أنه لماذا تقومون بإنتاج أو يتم بث مثل هذه البرامج أنا أتصور أنه أنا الأوان لشعوب المنطقة أن تعرف حقيقة هذه الأنظمة وحقيقة ما يدار وحقيقة الكيد والقدر والطعنات والصبر قطر بالمناسبة على هذه الأنظمة يعني كم تحمل سمو الأمير الوالد حقيقة عشرين أو أكثر من عشرين من الذي تحمل اليوم عندما يتحدثون أننا صبرنا عليكم عشرين من الذي صبر على الآخر ورفض أن يفصح عن هذه الجرائم التي كانت سوف ترتكب بحق قطر طوال هذه السنوات الماضية نعم لنكون صادقين مع أنفسنا قبل أن نكون صادقين مع الآخرين أنا استغربت من وجود اسم الشيخ زايد طبعا الإمارات الآن مستاءة كثيرا من ذكر الشيخ زايد في هذه العملية من خلال التخطيط من خلال التمويل طبعا هناك اتهام لدولة قطر بأنها بعد هذا البرنامج بأنها تحاول التعرض للرموز وإلى العراض إلى آخره طبعا وكل متابع هذه الهجمة نحن نقول رحم الله هذا الرجل ويترك حساب ما قام به وما خطط به ودعم هؤلاء المرتزقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن ما قاب به يعتبر مصيبة في جبين الإنسانية أن تدعم مرتزق فرنسي بثلاثة تلاف وبأموال لا يعرف مداها من أجل الدخول ومن أجل السيطرة على دولة قطر فهذه مصيبة تأتي من الشيخ زايد والذي نقول رحمه الله وحسابه بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن ماذا بين أهل قطر وشيخ زايد؟ بكل أمانة لنكون أكثر وضوحا عندما نتذكر الإمارات نتذكر بأن هناك الشيخ زايد وهناك التنمية الموجودة لم نكن نعلم كما تحدث السيد جابر يجب الآن أظهار كل شيء لهذا الشعب للشعب القطري ليكون على بينة من أمره محمد الطغاء دائما يرفضون كتابة التاريخ لا يكتب التاريخ في أي مكان يحكمه الطغاء إلا بتاريخه مزورا اليوم عندما نتحدث عن الشيخ زايد رحمه الله لا نتحدث عن شخصه ولا نسيء إلى رمز إماراتي لأننا لا نسيء إصلا إلى أي رمز في أي مكان في العالم ولسنا من أعدتنا أن نسيء إلى الرموز رغم كل الإساءات التي تعرض لها رموزنا في قطر إلا أننا لم نرد الإساءة لكن اليوم دعنا لو ذهبنا إلى مثال آخر اليوم عندما نذكر مثلا جمال عبد الناصر رئيس مصري يحب المصريين حتى اليوم وهناك أشخاص أسموا أبنائهم على أسم جمال محبا في هذا الرجل لكن عندما نتحدث تاريخيا لا يمكن الإنكار أنه مثلا استفاد كثيرا من عصر الملك فاروق أنه كان تلقى أكبر خسارة عسكرية عربية أمام الكيان الصهيوني هذا تاريخ لا يمكن أن تنكره لديك بطل رياضي أصبح مدمن مخدرات لا يمكن أن تخفي الجانب السيء في هذا البطل الرياضي عندما نتحدث عن الشيخ زايد قدم للإمارات ما قدم يحبه الشعب يسمي الشعب الإماراتي نفسه أبناء زايد هم أحرار وقدم لهم ما سيكافأ عليه عند ربه لكن أيضا عندما نتحدث عن أنه قاد هذه العملية بالتعاون مع أبنائه لسحق الشعب بأكمله لدماء حتى الفرنسي عندما تحدث في البرنامج أراد أن يجامل الشيخ خليفة بن حمد وقال له ألف من سيموتون لكنه كان يعلم أن ألف هو أقل رقم يمكن أن يحدث وهو لا يمكن أن يحدث يعني لو قلنا ثلاثة ألاف مقاتل لو كل واحد يقتل ثلاثة أشخاص نتكلم عن تسعة ألاف قتيل ما بالك بقوات البرية التي كانت ستدخل من السعودية والقوات البحرية والجوية الشيخ زايد رمز إماراتي نحترمه كما نحترم كل رموز العالم لكن يجب أن يتحمل مسؤولية التاريخية ويجب أن يعرف الشعب الخليجي ما قام به وما يقوم به أبناءه حتى اليوم لاستهداف قطر لما يقومون بذلك أنا أعتقد هذا عداء تاريخي مثل ما قال أبو سالم متوارث لأسباب تاريخية لا يتسع المجال لذكرها لكن الأكيد الكل يعلم الأسباب وسيبقى هذا العداء التاريخي طالما أن النفوس غير صافية وطالما أن النفوس غير صافية رحم الله من قال أوقفوا كل شيء وهو سمو الأمير للأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني سيد جابر قبل ما نختم الإمارات لا أعلم صراحة المتابع للإعلام الرسمي من خلال الصحف أو التلفزيونات أو حتى من خلال من يعطى الضوء الأخضر في التعرض للأعراض والرموز سمو الأمير سمو الأمير للوالد لاحظنا من بداية هذه الأزمة وهناك تعمد واضح أنت في الماضي كنت رئيس لإحدى الصحف وتعي وتعلم الطريقة التي تتعامل بها بعض الصحف ضوء أخضر لدرجة أن سمو الأمير صور بطريقة مهينة لنا كقطر لأننا لا نرضى على هذا الرمز هو يعتبر رمز هذه البلاد وسمو الأمير الوالد والذي يعتبر وطن هذا البلاد وتعرض أيضا للرموز بالمناسبة نحن ندين كل من يتعرض للرموز بكلمة موجعة نتحدث عن حقائقه وكما قال السيد عبد العزيز قبل قليل نحن نتحدث عن تاريخ موجع وهو تقديم كل الدعم والتخطيط لهذا المرتزق الفرنسي من أجل سحق كل من يقف أمامه وهو يعي ويعلم بأن الشعب القطري كله عن بكرة أبي يقف خلف سمو الأمير الوالد في تلك المرحلة بالتأكيد التاريخ يجب أن يذكر بكل تفاصيله نحن لم نسيء إلى رمز أو إلى شخصية ولن نطعم بالأعراض ولم يسبق ولم يعرف عن قطر إعلاما أو خطابا بل أن هناك توجيهات كانت رسمية عدم الطعن وعدم الإنزلاق وعدم الإساءة ورفض الإعلام القطري والخطاب الإعلامي القطري والخطاب السياسي أن يقترب أو يلامس عرضا أو رمزا أو شخصيات إنما قام بنقل الحقيقة ودون ذلك لم يرتكب جريمة بينما منذ اليوم الأول انظر إلى إعلامهم الرسمي انظر إلى التلفزيون انظر إلى الصحف انظر إلى المغردين الذين هم جزء من العملية المخابراتية في هذه الأنظمة لم يتركوا رمزا قطريا ولا عرضا قطريا ولا شخصيات أتوا على كل هذه المحرمات وكسروا كل ما عرفه عن الشعوب الخليجية في أنها تحافظ على رموزها أنها لا تقترب من العراض لكن للأسف الشديد أنهم نزلوا للقاع في هذا الجانب الأمير الأب رحمه الله الشيخ خليفة رفض أن يعود إلى الكرسي على الدماء وهذا هو تاريخ الحكم في قطر لم تسفق قطر الدم واحدة في كل مسيرة الحكم في قطر بينما انظر إلى هذه الدول التي تتآمر على قطر لا تمر سنوات إلا وتجد أنهارا من الدماء في سبيل الوصول إلى سدة الحكم سيد عبد العزيز نقطة أخيرة نذكر أن الشيخ زايد في قلب القاهرة وسط الإعلام المصري أساءل سمو الأمير الوالد وأساءل معالي الشيخ حمد بن جاسم وأساءل قطر في ذلك الوقت وكان الرد القطري عندما سؤل معالي الشيخ حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي دولي كبير عن ماذا ترد على الشيخ زايد قال تعليمات من سمو الأمير الوالد أن نقول أن الشيخ زايد والدنا ونحترمه ونقدره ولا يمكن أن نرد رسائله وهذه أخلاق الشعب القطري اللي نقول دائما لم تأتي من فراق ولم تأتي من كوكب آخر إنما هي تعاليم الدين الإسلامي الحنيب طبعا أنا أشكركم في نهاية حلقة اليوم السيد عبد العزيز الاسحاق وأنت الكاتب الإعلامي شكرا يا أبو سعود وأيضا شكر موصول لك السيد جابر الحرامي أيضا الكاتب والإعلامي القطري شكرا جزيلا لكما شكرا دكتور طيك العافي وطبعا وأتمنى أن نلتقي بكم ومستقبل بإذن الله وشكر أيضا من وصول لكم مشاهدين الكرام وأيضا مستمعين في إذاعة قطر على كرم المتابعة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة في الختام لكم مني التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة